موسيقى الجهاز القلبي الوعائي اللي هو كارديوفاسكولار سيستم بيتكون من ثلاث أجزاء القلب والأوعية الدموية والدم وبرضه الجهاز الكارديوفاسكولار سيستم بيطلق عليه اسم السيركولاتر سيستم يعني الجهاز الدوري أو الجهاز الدوراني فاحنا عندنا القلب بيتكون من أربع غرف اللي هما في ريت شيمبرز عندنا الريت أتريم والريت فنتريكل والليفت أتريم والليفت فنتريكل الدم لما بيرجع من جسم الإنسان بيرجع في وردين رئيسيين هو الوريد الأجوى في العلوي سوبريورفينة كافا والوريد الأجوى في السوفلي انفريورفينة كافا بيدخل للريت أتريم أول حاجة بعد كده بينتقل الدم من الريت أتريم إلى الريت فنتريكل وبيكون موجود ما بينهم صمام اسمه الصمام سلاسي الشرفات ريكاسبت فالف واللي بيطلق عليه اسم الريت أتريو فنتريكولار فالف بعد كده الدم بيتجه من الريت فنتريكل إلى البالمونري أرتري اللي هو الشريان الرئوي علشان يتجه للرئتين ويحصل له عملية تبادل جزات ويرجع تاني للقلب عن طريق البالمونري فينز اللي هي العوردة الرئوية فيدخل للليفت أتريم لما يدخل للريفت أتريم ينتقل بعد كده للليفت فنتريكل وبيكون موجود ما بينهم صمام اسمه صمام سني الشرفات أو الليفت أتريو فنتريكولار فالف بعد كده الدم بينتقل من الليفت فنتريكل ويتجه إلى الأورتة اللي هو الشريان الأبهر وبيفصل ما بين الريت فنتريكل والأورتة صمام بيطلق عليه اسم أورتك فالف نيجي بعد كده الأوعية الدموية والأوعية الدموية في جسم الإنسان بتنقسم لثلاث أنواق عندنا الأرتري اللي هو الشريان والفين اللي هو الوريد والكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية اللي بتوصل ما بينهم أوردة تشارين الجسم بيعملوا مع بعض دورتين الدورة الصغرى اسمها بالمونري سيركوليشن أو بالمونري سيركل اللي هي الدورة الرئوية والدورة القبرى اسمها سيستيماتيك سيركوليشن أو سيستيماتيك سيركل ودي بتشمل مرور الدم من القلب لجميع خلايا الجسم عندنا البالمونري سيركوليشن بتشمل انتقال الدم للرئتين علشان يحصلوا عملية تبادل الغذات ورجوعه تاني إلى القلب فأول حاجة لما بينتقل الدم من الريد فينتريكل بيدخل للبالمونري ترنك اللي هو الجزع الرئوي وبعد كده بينتقل إلى ليفت بالمونري أرتري وريد بالمونري أرتري علشان يدخل الرئتين فيحصلوا عملية تبادل الغذات ويرجع تاني للقلب من خلال الريد بالمونري فينز والليفت بالمونري فينز وأول ما يدخل القلب بيدخل إلى الليفت أتريم وبعد كده نتقل إلى الليفت فينتريكل والليفت فينتريكل بيدخ الدم للأورطة ومن هنا بتبدأ الدورة الجهازية اللي هي Systematic Circulation في الدورة الرئوية ده البالمونري ترنك اللي بيخرج من الريد فينتريكل ودي البالمونري أرتريز اللي هو البالمونري ترنك بيتفرع لرأة بالمونري أرتري وليفت بالمونري أرتري ودي البالمونري فينز اللي بيرجع فيها الدم تاني للقلب إنما في الدورة الجهازية اللي هي Systematic Circulation بيبدأ الدم ينتقل من الليفت فينتريكل إلى الأورطة والأورطة بتنقسم لعدة انكسامات علشان توزع الدم على الجسم كله فعندنا الأورطة أول ما يخرج من القلب بالتحديد من الليفت فينتريكل بيبقى اسمه الأورطة الصاعد لأنه بيبقى صاعد لأعلى فبيطلق عليه اسم Ascending Aorta بعد كده بيعمل على شكل كوس فبيطلق عليه اسم Aortic Arch واللي بيخرج منه 3 تفرعات بتغذي الرأس وطرفين العلويين بعد كده بيهبط لأسفل فيبيطلق عليه اسم الأورطة الهابط Descending Aorta والDescending Aorta بيبقى فيه سراسك Descending Aorta اللي هو الأورطة الهابط في منطقة الصدر والأبدومينال Descending Aorta الأورطة الهابط في منطقة البطنة وبعد كده بيتفرع لفرعين علشان يغذي الطرفين السفلية الدم بعد كده بيرجع للقلب عن طريق الوريد الأجواف العلوي اللي هو سوبيريور فيناكافا وبيرجع من أسفل الجسم عن طريق الانفيريور فيناكافا اللي هو الوريد الأجواف السفلي فأول ما يدخل يدخل إلى Right Atrium وبكده بتنتهي الدورة الجهازية القبرى في جسم الإنساء نيجي بعد كده المكونة التالت من مكونات الجهاز الدوراني وهو الدم والدم بيتكون من 55% من البلازمة و 45% من عناصر تانية بتشمل Red Blood Cells اللي هي قرات الدم الحمرة والWhite Blood Cells اللي هي قرات الدم البيضة والبيليتليت اللي هي الصفائح الدموية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر